المحركات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي هي في شائعة منتشرة ان المحركات بيحصل فيها تلف نتيجة تغيير الغاز الطبيعي ودي شائعة مش مظبوطة لان الغاز الطبيعي هو غاز بدون ملوثات بالعكس هو خالي من قليل الكربون فبالتالي بيطول عمر المحرك وبالذات نتيجة التطور التكنولوجيا في السيارات الحديثة وفي قطوم التحويل خلى اي تأثير سلبي كان ممكن تم في محركات القديمة المستهلكة ودي ظهرت مع المحركات المستهلكة مفيش منها اي تأثير بالعكس هو بيضيف لعمر المحرك ويدوف لعمر اجزاء السيارة فيه شكاوة اخرى من حجم الاستوانة داخل الشنطة العربية هي متاخدش اكتر من تلت الحجم الشنطة وبالتالي نستخدم بقية الشنطة في كل الاوقات وطبعا الاستوانة علشان هي حجمها بالشكل ده لانها استوانة معمولة من الاستيل مؤمنة بالكامل مركب عليها بلف امان يمنع التسريب ويمنع الوصول الغاز لمرحلة يعني درجة حرارة معينة وبالتالي اشتركوا في القناة